نحية تانية كهربا دايماً شوية تقالك مودست هو اللي هي لعب أساسي لا صلاح محسن اللي هي لعب أساسي لا كهربا مش مهاجم عظيم للنادي الآلي كل مرة كهربا بيلعب كمهاجم حتى لو بيضيع فرص بس هو الأكثر إيجابية ما بين مهاجم النادي الآلي في الوقت الحالي تطفق أم تختار؟ طبعاً طبعاً يا كريم بص شوف عاوز أقولك على حاجة كلام كان على مودست وقبل ما ييجي مودست في مين الفيرود يجي يشيل النادي الآلي وخط هجوم النادي الآلي صلاح محسن رجع ولكن خلينا نتكلم بصراحة شديدة أهم لاعب موجود في الخط الأمام للنادي الآلي هو محمود كهربا قولاً واحداً وتوبصن بالعشر ليه بقى بنقول الكلام ده؟ كهربا المشكلة بتاعته إنه بيضيع كتير وده اللي الكلام ناس كله بتتكلم عليه إن كهربا بيضيع فرص كتير ولكن كهربا هو أسكى لاعب موجود في النادي الآلي بيعرف يتحرك جوة 18 اللقطة بتاعت الهدف الأول هوريك لقطتين كده معينين لكهربا برغم إن إمام عشور كان بيسدد ولكن الزكاء اللي موجود عند إمام عشور هنا يا كريم لو تاخد بالك هنا دي ضربة روخنية بتاعت النادي الآلي في الهدف الأول اللي جيه النادي الآلي إمام عشور واقف بارة 18 وده بتاعتك دقاتي اللي يلعب عليه النادي الآلي عشان الكرة التانية لما تنزل إمام عشور وسلاح التزديد نشوف الفريم اللي بعده أول ما الكرة تلعبت الكرة هتنزل على طول الكرة التانية هتنزل من عند لعبي أنا هنا بقى عاوز أقول لك بص على كهرباء كهرباء اللي موجود على خط السيكس يارد ما بين الاتنين أول حاجة عملها يعني عشان كده بقول لك هو ممازجة هعمل سكان يشوف هو واقف فين أنا واقف في الأوف سايد والواقف مكاني موجود فين جواد 18 الصورة اللي بعدها أم الراجل طلع برا عشان يغطي الأوف سايد أم خد خطوتين لورا وبيشاور بإيده إمام عشور بيسدد أم كهرباء رايح وحط الكرة بالناغ وهتبان أكتر من الزاوية العكسية نكمل الحالة اللي بعدها هنشوف بالزبط يا كريم هنا بقى نعوز أقول لك بص ده السكان الأولاني عشان كده بقول لك هو أسكى لعب في الخط الأمامي بيتحرك عند النادي القالي ولكن يعيبه إضاعة الفرص أول أول حاجة عمل سكان كرة اللي بعدها أول ما وصلت لإمام عشور بص بقى هو بيشاور بإيده هو بيقول له العبهالي هنا يعني هو هي جت وخدمته علشان هو يستحق إن هو يحط الكورنة جون عشان هو كان مركز جدا في الكرة دي إمام عشور هيلعب أول ما هشاور هو بإيده إمام عشور بيشوته الكورة عشان هو يا كريم متحرك صح وكسر الأفصايد بالسكان اللي عمله نكمل السورة اللي بعدها كرة تلعبته محمود كهرباء بيطلع يحط وخب بالك كهرباء على طول في النادي الأهلي أفضل لاعب يتحرك جوة 18 في الخط الأمامي بتاع النادي الأهلي حتى في وجود محمد شريف هو محمود كهرباء عشان كده لازم الشغل اللي جاي كله يبقى مع كهرباء عشان كهرباء هو فرود النادي الأهلي أساسي في كاسة العالم الأندية وهي البطولة الأهم الجمعير النادي الأهلي الله يفتح عليك الله يفتح عليك